ما فيش شك إن فيه تطور كبير جداً بيحصل خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي طبعاً مساحات كبيرة لنشر الأخبار والتقارير بشكل لحظي وسريع للغاية ويمكن السرعة والنشر والمتابعة بتعتبر هي الميزة الوحيدة في مواقع التواصل الاجتماعي لكن في المقابل نسبة كبيرة جداً من هذه الأخبار بتكون أخبار غير موثقة بدون مصدر وفي كتير من الأحيان بتكون أخبار مزيفة مبارح كان فيه تقرير مهم جداً نشر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيقول إن الخبر الكاذب والتقارير المزيفة بتنتشر أسرع عشر مرات من الأخبار الحقيقية ومش عارف إيه السبب في دعاتك الموضوع محتاج دراسات نفسية أنا عايز أقولك الحاجة الخبر الكاذب بينتشر أسرع والتصحيح بتاعه لا ينتشر أبداً ليه بقى؟ دايماً الناس بتبقى حبة السبايسز وحبة الأخبار اللي مليانة توابل وبهارات ودي بتلاقيها أكتر في الأخبار الكاذبة ما تلاقيش خبر حقيقي مليان مفاجآت كبيرة وحاجات قائمة على الحاجات دي حتى لما بتقع بعض المواقع فيه غلطة إنها تنشر خبر يكون ساعات مش دقيق التصحيح بتاعه مع إنه بيبقى موجود في نفس المساحة وفي نفس البنت وكل حاجة يعني توفر حق الرد مش بينتشر مش بنلاقي عدد الشير اللي تعمله وعدد المشاركة اللي تعمله بنفس عدد الخبر ناس كثير جداً بتبقى خايفة على مصدقيتها هي شخصياً ما تبقاش حبة إن هي تبقى نشرة خبر وترجع تنشر التجذيب بتاعه بتبقى معتقدة وكأن هي مثلاً اللي غلطانة أو هي الأخطاءت في الكلام عشان تبقى لك محتاجين دراسات نفسية صح عشان نشوف الناس ليه بتعمل كده عندك حق وسائل التواصل الاجتماعي يمكن بقت وسيلة خصبة جداً لانتشار أي خبر ملوش مصدر أو ممكن يكون خبر كمان مضلن خصوصاً إن بقى فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الـ AI اللي بتنتج الأخبار دي يمكن فيه مواقع إغبارية كتير بقت بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وبتسيب الذكاء الاصطناعي ينتج لها الخبر أو يفبرك الخبر وكمان ينشره وساعات في بعض الأحيان بيعمل تعليق عليه وبيعمل علشان يرفع الريتش بتاعه أو يرفع الاستقبال بتاعه عند المتلقين فيرفع التقييم بتاع الموقع أعتقد أن وارد جداً في المستقبل يكون فيه اعتماد أكبر على الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الأخبار وعشان كده تقرير مركز المعلومات بدعم اتخاذ القرار قال إن وفقاً لبعض التقديرات قد يمثل قريباً لمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي 99% أو أكتر كمان من جميع المعلومات الموجودة على الإنترنت معظم الدراسات اللي بتركز على هذا الموضوع بتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر الأخبار الأقل لثقة على مستوى العالم بالنسبة لصناع القرار لكن هل بالنسبة للمتلقي العادي بحتاجين نعرف برضو التفاصيل دي لأن المتلقي العادي الأسهل بالنسبة له الصحفة الورقية ما بقتش موجودة ومش كل المتلقيين العاديين بيدخلوا على مواقع الأخبار فيمكن التليفون بقى أسهل بكتير قوي من إن أنا أنزل أشتري جورنال أو إن أنا أفتح حتى أستخدم ريموت وأفتح تليفزيون عشان أتابع فأعتقد بالنسبة للمتلقي العادي هو بيتابع كتير قوي المواقع بس مش عارفة بقى هو عنده الوعي الكافي في التعامل مع مواقع الأخبار دي ولا لأ هو بيصدق أي خبر من غير مصدر ما أعتقدش إن ده بقى موجود تعلمنا في الفترة اللي فاتت إن في كتير قوي أخبار بتبقى منشورة وهي مش منشورة لها مصدر حقيقي تعلمنا نبص على صفحات رسمية للجهات أو للأشخاص اللي منسوب لهم التصريح أعتقد ده بقى يفرق جدا في مصدقية الخبر إحنا موجودين مع حضراتكم النهاردة على مدار ثلاث ساعات هنتكلم عن مواضيع كتير جدا وهنتكلم عن إزاي كمان منصات التعليم بقت بتستخدم الزكاء الاصطناعي نسبح على حضراتكم مرة تانية صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر